طبعاً حضراتكو عشان نكون واضحين الحاجات دي ما بتحصلش بين يوم وليلة احنا النهاردة كل اللي حصل ده بداية بداية وهتحتاج شغل شغل مش بس من البنك المركزي شغل مركزي وشغل في الاقتصاد الحقيقي وده احنا فعلاً محتاجينه كلنا احنا يعني الايام اللي فاتت علينا دي كانت ايام عصيبة يعني شوفنا فيها ايام ليل ان كان فيه توقعات موجودة حوالين التضخم وحوالين سعر الصرف ملهاش اول من اخر طيب القرار اللي احنا اللي عايزين نتكلم عليه تاني حضراتكو هو طبعاً اللي بيهم كل الناس هو قرار سعر الصرف حضراتكو كان فيه اصوات كتير قوي بتنادي بتنادي ان سعر الصرف ده هيخزود التضخم وان سعر الصرف ده لازم ندافع عنه والاخره الحقيقة احنا بتطني يعني يعني وجهتنا زمنة في البنك المركزي وكل الدولة ان عوجود سعرين صرف سعرين صرف في اي اقتصاد هو مرض مرض لا تستقيم معاها الامور وبعدين بيقولك انت الدولار كان بتلاتين بقى خمسين ده ليه ما هو مش كان بره بسبعين وشايفينه رايح مش عارف كام ولا الف جنيه ولا اي رقم هما شايفينه رايح له كان هم ندافع بيسمع ارقام غير منطقية ده كله كان بولاً على ايه ان ما فيش ثقة في الجنيه وما فيش ثقة في المستقبل ما فيش ثقة حتى ادارة التدفق النقضي اللي موجودة لانه بيجي يحسي بيقولك قدي عليك كذا ومعاك كذا الحمد لله لان عرضه وقايف قدام حضراتكم بقولكو احنا عندنا الحمد لله ما يكفي لسداد التزاماتنا ويفيد خاصة مع توحيد سعر الصرف الخطر في وجود سعرين صرف ده خطر بيمس كل واحد فينا هو ان احنا ممكن ناس تاخدوا ببساطة لكن هو موضوع انا ليه بكلم كده لان كان فيه اصوات جامدة بتنادي بان احنا الدولة تمشي بسعرين صرف فانا اهمني ان طبعا نبقى واضحين ان ده سعر الصرف ده لو فيه سعرين صرف السوق السودة ده حضراتكم هتبقى في كل حاجة وكل السلعة في المستقبل هتلاقي اي سلعة لو هي جاية لها سعرين وبقاين في الاخر احنا في الفترة اللي فاتت ونخبيش على حضراتكم امكانياتنا كانت بس ان احنا نقوم بتدبير الدولار للسلع الاساسية والاستراتيجية اللي اغلبها مدعم فالمواطن لما كان بينزل يشتري اي حاجة كان بيشتري بارقام جامدة جدا وهنا